السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا النهاردة درس الفترات طيب يعني ايه اصلا يميس فترات وإيه اللي خليها تظهر دلوقتي وإحنا في تاني عداجي خليني أقولك لما كان بيجي لك السؤال زي كده وبيقولك ان الإجابة بتاعتك تنتمي لصاد يعني أعداد صحيحة ولما بتجيك علامتين يعني معنى كده انك بتجيب الأرقام المحصورة فأنت هتجيب الأرقام المحصورة ما بين السالب 3 وال2 بس هتاخد السالب 3 معانا علشان هي عندها علامة اليساوي فهتبتدي تقول والله السين تساوي وكدت بتفتح قص مجموعة وتبتدي تقول سالب 3، سالب 2، سالب 1، صف، واحد ومش هتاخد اللي 2 علشان اللي 2 هنا ما عندهاش علامة اليساوي وكدت بتقفل قص المجموعة انت كنت بتقدر تكتب الأرقام هنا لأن الأعداد الصحيحة هنا محدودة تقدر تكتبها بوضوح لكن انا لو شلت الصد دي وحطيت مكانها حق فانت ساعتها هتجيب الأرقام الحقيقية ما بين السالب 3 وال2 أصلا في العموم بين أي عددين في عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية زي ما قلنا الدرس اللي فات الأعداد الحقيقية جوها الأعداد الصحيحة والكسور والعشر والجزور سواء الجزور دي لها أرقام أو ملهاش فاحنا مش هنقدر نكتب كل ده طيب إحنا عايزين إيه؟ عايزين كل حاجة ما بين السالب 3 وال2 بشرط إن إحنا ناخد السالب 3 معانا وما ناخدش ال2 فبدل ما هنحطهم في أقواص مجموعة هنحطهم في قوس فترة قوس الفترة بيبقى مختلف عن قوس المجموعة إنت هنا واخد معاك السالب 3 فقوس الفترة هيبقى مقفول عليها لكن اللي اتنين مش معانا فقوس الفترة هيبقى مفتوح علينا وده يخليني أقولك أنواع الفترات عندنا الفترات نوعين يا إما فترة محدودة فيها أرقام معروفة يا إما فترات غير محدودة اللي إحنا كنا بنقول عليها زمان وهكذا أو إلى ما لا نهاية طيب إيه الفترة المحدودة أولها معروف وآخرها معروف وساعتها الفترات المحدودة هتبقى 3 أنواع فترة مغلقة يعني مقفول أولها وآخرها فترة مفتوحة يعني مفتوح أولها وآخرها أو فترة نص مفتوحة أو نص مغلقة يعني فيه واحدة فيهم مفتوحة والتانية لا سواء كده أو كده طيب إيه الفترات الغير محدودة اللي احنا كنا بنقول عليها الى ما لا نهاية وخلي بالك ما لا نهاية وانت ماشي نحية الموجب بتترسم كده والما لا نهاية نحية السالب بتتكتب سالب ما لا نهاية وقص الفترة مع الرموز دي لازم يبقى مفتوح لانك ما تعرفش اخرها خلينا بقى واحدة واحدة قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو وانزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادرت تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس اول حاجة بناخد الفترة المغلقة يجي لك سؤال زي كده بالنسبة للسالب 3 اهيه وبالنسبة للتنين اهيه هنا السالب 3 معانا بسبب علامة اليساوي فانا هقفل قوس الفترة عليها وهنا الاتنين معانا بسبب علامة اليساوي فانا هقفل الفترة عليها هي دي الفترة المغلقة اولها مقفول واخرها مقفول طب انا ازاي بارسمها على خط الاعداد ادي خط الاعداد بتاعك ادي السلب 3 وزي الاتنين وكل الارقام اللي ما بينهما هي بس في حاجة بقى طالما السلب 3 معانا هنلونها وطالما الاتنين معانا هنلونها بس كده تعال تاني الفترة المفتوحة يجيلك سؤال زي كده ادي السلب 3 بتاعتنا وزي الاتنين لا السلب 3 معانا لان ما عندهاش علامة يساوي ولا الاتنين معانا عشان ما عندهاش علامة يساوي فاحنا هنفتح الفترة من هنا ومن هنا اصلهم مش معانا طب عايزين نرسمها على خط الاعداد نعمل ايه ادي خط الاعداد بتاعنا ادي السلب 3 ودي الاتنين واتفقنا قبل كده يعني ايه علامتين يعني المحصورة فانا هياخد كل الارقام اللي في النص دي لانها كلها معانا بس هنا السلب 3 مش معانا فانا مش هلونها وهنا الاتنين مش معانا فانا مش هلونها بس كده طيب الفترة نصف المفتوحة أو نصف المغلقة ما هي واحدة فيهم مفتوحة والتانية مغلقة يجي لك السؤال زي كده ادي السلب 3 و ادي الاتنين بس انا معايا السلب 3 فهقفل الفترة بتاعتها ومش معانا الاتنين عشان مفيش يساوي فانا هفتحها من ناحية الاتنين هتيجي ترسمها على خط الاعداد ادي السلب 3 و ادي الاتنين وكل الارقام اللي في النص معانا بس هنا السلب 3 هي اللي معانا فانا هلونها والتنين مش معانا فانا مش هلونها تاني يجي لك السؤال زي كده ادي السلب 3 و ادي الاتنين مين بقى فيهم اللي معانا اللي اتنين معانا فانا هقفل الفترة من ناحيةها بس السلب 3 مش معانا فانا هفتح الفترة من ناحيةها ادي خط الاعداد و ادي السلب 3 و ادي الاتنين وهوصل بينهم مين فيهم اللي هيتلون والله يا ميس اللي اتنين هي اللي هتتلون لانها معانا والسلب 3 مش هتتلون طيب ندخل بقى على الفترات غير المحدودة يجي لك سؤال زي كده انت في العادي كان خط الاعداد بتاعك اهو كنت بتقف عند اللي اتنين واللي اتنين عندها علامة يساوي فانت بتلونها وكنت بتمشي زي ما بق العلامة مفتوح هنا بق العلامة مفتوح كده فانت هتاخد كل الارقام اللي كده يعني انت لو كنت فصاد كنت هتفتح قص مجموعة وتكتب اتنين تلات اربعة وهكذا نفس الكلام هنعمله بس باختلاف بسيط انت هنا بادي من عند اللي اتنين اهو واللي اتنين معانا فانت هتقفل الفترة من عندها وعايز تقول وهكذا فهتعمل فصلة وتكتب مالة نهاية بالموجب لانك مشيت ناحية الموجب ودايما دايما المالة نهاية الفترة من عندها مفتوحة تعالى تاني نيجي لك السؤال ده اه والله اللي اتنين المرة دي مش معانا يعني انا مش هلونها بس بنفس الوقت همشي كده فانت هتكتب اللي اتنين زي ما هي عادي جدا ولانها مش معانا هتفتح الفترة من عندها وهكذا اللي احنا كنا بنكتبها زمان هتكتب مالة نهاية وهتفتح الفترة من عندها تاني بين اللي اتنين اهيه واللي اتنين معانا يعني متلونة همشي زي ما بق العلامة مفتوحة يعني كده فانا هاخد كل الارقام اللي من هنا حلوة او يا ميسي يعني انت عايزة تقول لنا ان احنا هنكتب اتنين والفترة عندها مقفولة عشان هي معانا وبعدين هعمل فصلة سالب مالة نهاية عشان هي مشي نحية السالب وهنفتح الفترة من عند السالب مالة نهاية بص انت فاهم بس في الكتابة ما بتتكتبش كده امال بتتكتب ازاي ميس الصغير دايما هو اللي في الاول ولان السوالب هي الاصغر من الموجب فاحنا بنبتدي كلامنا بنقول السالب مالة نهاية والاتنين والاتنين بتبقى مقفولة عشان هنا عندنا يساوي والسالب مالة نهاية الفترة بتاعتها مفتوحة هنا لازم تخلي بالك لكن لما كان في علامتين كان الرقم الصغير هو اللي كان بييجي في الاول اصلا فانا مش بتفرق معايا لكن لما تبقى مفتوحة كده لازم تركز تاني انا عندي خط الاعدادة هو اف من عند الاتنين بس مش هلونها عشان ما عنديش يساوي بقى العلامة مفتوح كده يبقى انا هياخد كل الارقام اللي كده فانت عايز تقول من اول اللي اتنين لحد السالب مالة نهاية لا بنبتدي بالصغير فانا بكتب السالب مالة نهاية فترتها مفتوحة والاتنين بتاعتي هنا مش معايا عشان ما عنديش يساوي فمش متلونة فالفترة بتاعتها تبقى مفتوح خلي بالك بقى من كذا نقطة خط الاعداد بتاعي علي مينه المالة نهاية الموجبه وعلى شماله سالب مالة نهاية معنى كده ان الحا واخد من اول المالة نهاية لحد السالب مالة نهاية وعشان بنكتب الصغير الاول فانا هكتب سالب مالة نهاية فترتها مفتوحة دايما ومال نهاية فترتها مفتوحة طب الحاه الموجبة الحاه الموجبة هي كل الأرقام اللي أكبر من الصفر بس أنا مش هقدر أخد الصفر معايا لأن الصفر ليس موجب وليس سالب فأنا هقوله والله أنا عندي من أول الصفر للمال نهاية الموجبة المال نهاية فترتها مفتوحة بس الصفر ما أقدرش أخده معايا للأسف لأنه مش موجب فانا هفتح الفترة بتاعته تاني حه السالبة يعني كل اللي بعد الصفر من هنا بس خلي بالك الصفر مش معايا وانا عشان ابتدي بالصغير فالسوالب اصغر من الصفر فانا هكتب سالب مالة نهاية فترتها مفتوحة لحد الصفر بس الصفر برضو مش معانا اوعى تقفل الفترة من عند الصفر لو انت شغال مع حه السالبة ولو انت شغال مع حه الموجبة تمام انما لو جيت قلتلك انا عايزة مجموعة الاعداد الحقيقية غير السالبة طب ما غير السالبة يعني الصفر والموجب يعني الصفر معانا ساعتها تقول له صفر ومالة نهاية فاتح فترة المالة نهاية بس واخد الصفر معايا فقافل الفترة بتاعته لانه هو هنا قال لي غير سالبة طيب مجموعة الاعداد الحقيقية غير الموجبة اه غير الموجبة اللي مش موجب يعني السالب والصفر والسالب هو اللي أصغر فهبتدي به فهكتب سالب مالة نهاية والصفر الفترة من عند السالب مالة نهاية مفتوحة لكن بالنسبة للصفر أنا هنا واخده باخده إمتى لما يقول لي غير أخده يعني إيه؟ أقفل الفترة من عنده تمام كده؟ طيب ندخل دلوقتي على العمليات على الفترات هنعمل إيه ميسي؟ يعني إيه العمليات على الفترات يعني هناخد التقاطع هناخد الاتحاد الفرق المكملة اللي هي زمان كنا بنقول عليها المجموعات طيب ميسمع ليش فكريني كده بيهم على السريع عيني التقاطع يعني أنت بتاخد الحاجات المشتركة اللي اتحاد بتاخد كله طيب الفرق في الفرق بتعمل حاجتين بتحزف الحاجات المشتركة تاني حاجة إيه؟ اكتب ما تبقى في الفترة الأولى اللي جات في الكتابة الأول وهنشوف ده معناقي دلوقتي طيب المكملة يعني لما أقولك سين شرطة سين شلها فالمكملة بتشيل الحاجة اللي أنا بقولك عليها دي وبتكتب الباقي تعال نشوف مديك سين فترة وصاد فترة وبقولك مستعينا بخط الأعداد اديني سين اتحاد الصاد ادي خط الأعداد بتاعي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنرسم السين من فوق ونرسم الصاد من تحت على نفس الخط بدل ما ترسم خطين فهتيجي للسين أنا هنا سلب 3 وهنا 3 رقمين يعني محصورة فانا هاخد كل الأرقام اللي ما بينهم والسلب 3 هلونها عشان الفترة بتاعتها مغلقة والتلاتة كمان هلونها ده بالنسبة للسين اللي فوق طب بالنسبة للصاد اللي تحت هاجل السلب 1 وهاجل الخمسة هاخد كل الأرقام اللي ما بينهم السلب 1 الفترة بتاعتها مقفولة فانا هلونها الخمسة الفترة عندها مفتوحة فانا مش هلونها طيب هنا هو بيقولك سين اتحاد صاد وإحنا اتفقنا للاتحاد يعني كله يعني هتاخد كل الحاجات المتلونة على خط الأعداد وإحنا اتفقنا ان احنا بنكتب من الصغير يعني هتبص من هنا التلوين حصل من أول إيه من أول السلب 3 متلونة يعني مقفولة و لحد الخمسة مش متلونة يعني مفتوحة تمام طيب في التقاطع هتاخد المشترك يعني الجزء ده بس اللي متلون فوقه متلون تحت فانت ماسك من أول السلب 1 وبفكرك بنكتب من الصغير لحد الثلاتة دي متلونة ودي متلونة تمام طيب شايف السين شيل منها الصاد فاحنا اتفقنا في الفرق بنعمل حاجتين أول حاجة هحزف المشترك يعني هحزف كل الجزئية دي طيب اكتب ايه يا ميس؟ اكتب ما تبقى في الفترة الأولى يعني اللي تبقى من سين يعني اللي تبقى من فوق من أول الصغير صغير يعني من أول السلب 3 متلونة لحد السلب واحد بس السلب واحد لو تفتكر موجود هنا وهنا يعني من الحاجات اللي أنا حزفتها فانت اللي تحزفه افتح الفترة بتاعته عايز تقول لهم أنا هكتب السلب واحد آه بس أنا آسف هو مش معانا لإني ما أقدرش أقول إنه معانا عشان هو رقم مشترك في المجموعتين وأنا أصلا حزفته تعالى تاني هتفهم شايف الصاد شيل منها السين أول حاجة بتعملها في الفرق ايه؟ أحزف المشترك يعني انت هتحزف الجزئية دي كلها تاني حاجة ايه؟ اكتب ما تبقى في الفترة الأولى هنا في الكتابة هي الصاد يعني اللي تحت مين اللي تبقى من اللي تحت وابتدي من الصغير من أول التلاتة عميس لحد الخمسة الخمسة كده كده مفتوحة مش هحطر فيها التلاتة التلوين بتاعها تشال لإن أنا أصلا شاطب عليها عشان كانت رقم من المشترك فأنا هنا هفتح الفترة من عند التلاتة طيب اللي بعده مكملة سين إحنا كنا بنقول عليها سين شرطة سين شيلها شيل السين تماما من الرسمة يبقى أنت هتمسح الجزئية دي طيب أنا ميس كده شلت السين هل أكتب كل اللي تبقى من خط الأعداد ولا أكتب اللي تبقى من التلوين لأ سين شرطة سين شيلها وكتب كل حاجة تبقت من على الرسمة مين اللي تبقى؟ والله يا مثل تبقى جزئين اللي هي الجزئية دي والجزئية دي طيب تعالى نبتدي بالجزئية الأولى أنا عندي من أول الثلاثة لحد ما لا نهاية بس الثلاثة لأنها مشتوبة فأنا هنا هفتح الفترة من عندها والما لا نهاية على طول الفترة بتاعتها مفتوحة طيب تعالى للجزء الثاني من أول السلب ما لا نهاية لأن هي الأصغر لحد السلب ثلاثة بس السلب ثلاثة لاني مسيحها فهتبقى الفترة من عندها مفتوحة والسالب مالا نهاية الفترة على طول مفتوحة فانت عايز تقول دول وي دول وي دي بالرياضة يعني الاتحاد يبقى انا هعمل كده او لو جات لك في الاختيارات هتقوله والله انا اخد حه كلها يعني خط الاعداد كله ما عدا يعني هشيل منه الحتة بس بتاعة السين اللي هي دي يعني سالب 3 و 3 الفترة بتاعتها مغلقة بعد كده بقى بيجي يقولك اوجد كلا مما يأتي وبيجيك اسئلة لو سمحت تخليك في الامان وانت بتحل خلي خط الاعداد معاك هنا من اول السالب مالا نهاية للتنين يعني اللتنين هنا طالما مغلقة يعني ملونة لحد السالب مالا نهاية والفترة التانية اللي عندي من اول السالب 3 والفترة بتاعتها مفتوحة يعني مش متلونة لحد المالا نهاية هنا هو عايز المشترك ما بينهم يعني الجزئية دي من اول السالب 3 لانها الصغيرة دايما تبتدي من الشمال لحد الاتنين طيب مين معانا ومين مش معانا والله يا ميس الاتنين كانت متلونة عادي فانا هقفل الفترة من عندها والسالب 3 ما كانتش متلونة فانا هفتح الفترة من عندها تاني انا هنا من اول السالب مالا نهاية للتلاتة والتلاتة مقفولة والفترة التانية عندي السالب اتنين مقفولة لحد الخمسة بس الخمسة مفتوحة هنا عايز الاتحاج يعني كل اللي متلون هتبتدي من الشمال يعني من اول السالب مالا نهاية واه انت هنا مشت لحد الخمسة بس الخمسة هنا مش متلونة يعني مفتوحة وفكرك مش معنى ان هي مش متلونة يعني ما تتكتبش لا الرقم بيتكتب سواء متلون او لا اللي هيفرق الفترة من عنده مفتوحة ولا مقفولة تعالى تاني ادي من الخمسة متلونة لحد المالا نهاية ودي من الخمسة مش متلونة لحد المالا نهاية انت في الفرق بتعمل حاجتين اول حاجة احزف المشترك ايه ده ميس ما انا لو حزفت كل المشترك ما هما اللي اتنين يا ميس متلونين يعني هما اللي اتنين مشتركين لا الخلاف كله على الجزئية دي اكتب ما تبقى في الفترة الاولى الخمسة بس لانها متلونة يعني معانا في الاولى وهي اصلا مش معانا في التانية فانا ما حزفتهاش مع المشتركين ولان الخمسة رقم لوحده فانا هكتبه جوه قوس المجموعة فبقت كده المجموعة خمسة عارف انا لو عكست وخلتها بالشكل ده انا هاجي هنا للفترة الاولى هبتدي ارسم من الخمسة لحد المالة نهاية بس الخمسة مش متلونة وهاجي للفترة التانية هرسم من الخمسة لحد المالة نهاية بس الخمسة متلونة عشان معانا في الفرق بنعمل حاجتين احزف المشترك ايه دي كل المشترك تاني حاجة ايه اكتب ما تبقى في الفترة الاولى اللي هي فوق الخمسة يا ميس لا الخمسة هنا مش متلونة يعني مش معانا في المجموعة الاولى اصلا الله يعني معانا كده يا ميس ان انا ما عنديش ولا حاجة فوق ايوة انا ما عنديش ولا حاجة فوق فهيبقى الحل بتاعي فاي خلي بالك يا حبيب قلبي من الجزئية دي تعال تاني هاخد من الواحد لحد الاربعة والواحد متلون والاربعة متلونة طب الفترة التانية هاخد من الواحد متلون لحد الاربعة مش متلونة انا هعمل فرق يعني هعمل حاجتين اول حاجة هحزف المشترك قديمي حزفت كل المشترك المشكلة هنا كلها فرقم اربعة حتة مفتوحة وحتة لأ تاني حاجة ايه اكتب ما تبقى في الفترة الاولى اللي هي اللي فوق والله لو اللي فوق دي هي اللي الرقم فيها متلون فانا هاخد الرقم اللي هو هنا الاربعة بس هكتبه جوه قوس مجموعة لانه هو الواحد اللي متبقي لكن لو عكست وكانت الفترة الاولى اللي فوق هي اللي مش متلونة فما بقاش فيه ولا حاجة متلونة فوق فهكتب فاي تاني انا هاجي ارسم الفترة الاولى اجي من السلب واحد لحد التلاتة هقفل السلب واحد ومش هلون التلاتة طب الفترة التانية هاجي من الاتنين لحد الخمسة هلون الاتنين وهلون الخمسة هنا فرق وفي الفرق بنعمل حاجتين اول حاجة هاحذف المشترك من المشترك الجزئية دي بس تاني حاجة ايه اكتب ما تبقى في الفترة الاولى اللي هي اللي فوق من اول الصغير يعني من الشمال فهكتب السلب واحد ولأنها متلونة هقفل الفترة من عندها لحد اللي اتنين طيب أقفل بقى اللي اتنين ولا افتحها والله هميس اللي اتنين كانت من الحاجات المشتركة لأنها متلونة فوق ومتلونة تحت وطالما من الحاجات المشتركة يعني أنا حزفها فبقت اللي اتنين مش معانا ده مش معانا أنا مش هكتبها لا هكتبها بس هفتح الفترة من عندها تاني أنا هنا من أول السلب 1 لحد الخمسة ملون على السلب 1 وملون الخمسة طب الفترة التانية من أول السلب 1 لحد الخمسة برضو بس أنا لها أقدر ألون السلب 1 ولا ملون الخمسة طب أنت عايز إيه؟ عايز الفرق وفي الفرق بنعمل حاجتين أول حاجة هحزف المشترك فأنا هحزف الجزئية دي كلها بس أنا محتاجة أفكر موقف الخمسة إيه وموقف الواحد إيه اكتب ما تبقى في الفترة الأولى يعني اللي متلون من فوق والسلب 1 متلونة من فوق فأنا هاخدها والخمسة متلونة من فوق فأنا هاخدها بس لإني مش هاخد الأرقام اللي ما بينهم فأنا هكتبهم في أقواس مجموعة انت شاطر بقى وهتقولي أم الله وعكسنا هنعمل إيه؟ والله يا مز أنا بعد ما حزفت المشترك ملاقيتش حدا خالص متلونة من فوق فهكتب فاي أنا ما يهمنيش حاجة غير الفترة الأولى طيب يجي لك سؤال يقولك أكمل ما يا ليه؟ أنا عايز المشترك بينهم واحدة واحدة دي فترة ففيه حاجات كتير ودي مجموعة فيها التلاتة والخمسة بس فاحنا هنمسك في المجموعة ونسألها هو التلاتة والخمسة دول موجودين معانا جوه الفترة ولا لا؟ آه موجودين يا ميس لأن الفترة من عندهم هم اللي اتنين مقفولة يعني هم اللي اتنين معانا فأنا هكتبهم جوه أقواس المجموعة طيب يا ميس بات الأرقام ما يهمنيش أنا عايز المشترك بين الفترة والمجموعة فأنا أسهل حاجة علي أمسك المجموعة اللي هي الصغيرة واسألها إذا كانت موجودة جوه الفترة ولا لا أنا مش هفضل أدور على بقية الأرقام طب أنا لو عملت كده هسأل برضو التلاتة والخمسة فأنا همسك برضو في المجموعة وهسأل هي التلاتة دي موجودة في الفترة لا يمسمش موجودة أصل الفترة مفتوحة من عندها طب الخمسة موجودة في الفترة لا يمسمش موجودة أصل الفترة مفتوحة من عندها الله لم عاية الثلاثة ولا الخمسة أيوة ميس يبقى المشترك بينهم إيه فاي وعادي ممكن يفتح لك واحدة ويقفل لك واحدة زي السؤال ده أنا همسك برضو في المجموعة وهسأل هي الثلاثة موجودة في الفترة آه موجودة عشان الفترة مقفولة من عندها طب الخمسة موجودة في الفترة لا مش موجودة عشان الفترة مفتوحة من عندها يبقى أنا هنا بس هاخد الثلاثة فهكتب المجموعة ثلاثة نفس الكلام كان هيحصل وكان ممكن أخذ الخمسة بس لو الفترة بتاعتها مقفولة ونحية التلاتة مفتوح تاني أنا عندي فترة وعندي مجموعة وعايز اللي اتحاج يعني عايزهم هما اللي اتنين فهاخد الفترة بتاعت التلاتة والخمسة ومش هكتب حاجة تانية لإني ضامن ان التلاتة بتاعت المجموعة موجودة معنا في الفترة فمش هكتبها خلاص وضامن ان الخمسة موجودة معايا في الفترة فمش هكتبها خلاص طب أنا لو عملتلك كده وبقولك أنا عايزة للتحدي يعني كله بس يا ميس الثلاثة والخمسة مش معانا في الفترة بس هم معانا في المجموعة وعشان تاخد كله فهتاخد الثلاثة والخمسة معانا وساعتها هتقفل الفترة من عند الثلاثة وهتقفل الفترة من عند الخمسة ليه؟ لأنك خدتهم بس خدتهم منين؟ من المجموعة طب لو في الفرق انا هنا في الفرق بعمل حاجتين اول حاجة احزف المشترك يعني التلاتة لا بقت معنا هنا ولا هنا فهفتح الفترة من عندها ولا الخمسة بقت معنا هنا ولا هنا فهفتح الفترة من عندها فهتبقى تلاتة وخمسة بس الفترة بتاعتكم مفتوحة انا هنا شفت التأثير اللي حصل في الفترة الاولى طب لو عملت كده وبدلت دفر اول حاجة هعملها احزف المشترك اجي التلاتة من هنا وفتحت الفترة بتاعتها من هنا ودي الخمسة من هنا وفتحت الفترة بتاعتها من هنا تاني حاجة في الفرق بشوف ايه اللي تبقى في الاولى الاولى هنا مين اللي تبقى فيها ولا حاجة يا ميس يبقى انا هكتب في امان لو عملتلك كده اه انا هنا في الفرق بعمل حاجتين اول حاجة هحزف المشترك فهشيل الخمسة من هنا وهفتح فترتها من هنا عشان اقول انها مش معانا طيب ايه اللي حصل لنا بقى خلاص في الاولى اه انا هنا التلاتة زي ما هي ما جيتش جنبها والفترة بتاعتها مقفولة بس الخمسة هي اللي فتحنا الفترة بتاعتها تعالى تاني حه المشترك بينها وبين الفترة دي خلي بالك بقى لما يجي لك السؤال بتاع الحه الحه هي المجموعة الكبيرة انا واثق ومتأكد لان مش هيجي معاها اللي اكبر منها وده معناه حاجتين اه دي الحه كبيرة واكيد اللي جامعها في السؤال حاجة اصغر منها لما يسألك على الاتحاد هتختارك كبيرة اللي هي الحه ايا كانت المجموعة اللي معاها ايه ولما يسألك على التقاطع فانت هتاخد الصغيرة بس تكتبها زي ما هي تعالى نشوف ادي حه المشترك بينها وبين الفترة دي هنا بيسألك على التقاطع والتقاطع بياخد الصغيرة اللي هي اكيد الفترة اللي مع الحه فانت هتكتبها زي ما هي بالزبط بنفس ارقامها بنفس اشكال الفترة بتاعتها تاني حه اتحاد المجموعة دي اه والله اللي اتحاد بياخد الكبير خلي بالك الكلام ده في حه بس والكبير هنا حه فانا هكتب حه طب لو جاكلي فرق يا ميس يعني حه تشيل منها الكلام ده بسيطة ادي حه كلها اللي هي خط الاعداد وهاجي من اول السالب واحد اللي متلونه لحد المالة نهاية انت بتعمل ايه بتحزف المشترك يعني بتحزف الكلام ده من على الرسمة نفسها المفروض يتبقلك الجزء ده وانت بتكتب بتكتب من الشمال فهتكتب سالب مالة نهاية مفتوحة لحد السالب واحد بس السالب واحد اتشال لانه موجود في الحه اللي هي على الرسمة نفسها وموجود في الفترة دي لبق انا هفتح الفترة من عنده طيب يجي يقولك اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة الحه من في دولي اول اختيارة عندك المشترك بين حه الموجبة وحه السالبة ايه ده ميس اصلا مفيش مشترك يعني في تبقى مش معانة الاختيارة دي طيب حه الموجبة ومعها حه السالبة لا يا ميس دي حه الموجبة وحه السالبة مع بعض يدونك حه ستار لازم تراجع على الدرس اللي فات طيب هل الحه دي من اول السالب مالة نهاية لحد المالة نهاية يعني خط الاعداد كله ايوة ميس يبقى انا هختارها واصلا نون المشترك بينها وبين نون شرطة فاي طيب حه الموجبة مين في دون اه والله حه الموجبة من اول الصفر بس مش معانا لحد المالة نهاية يعني انا هختار دي ولو سألتك نفس السؤال على حه السالبة فانا هكتب سالب مالة نهاية فترتها مفتوحة لحد الصفر بس الصفر برضو مش معانا الفترة بتاعته مفتوحة تعالى تاني ادي خط الاعداد بتاعي هاخد الفترة الاولى من اول السالب 3 لحد الاربع والاتنين متلونين انما التانية دي مجموعة يعني هاخد الارقام نفسها بس يعني السالب 3 والخمسة فانا لو جيت احزف المشترك ساعتها هاحزف السالب 3 بس وكده كده الخمسة اصلا مش مشتركة طيب الخطوة التانية ايه هكتب ما تبقى في الفترة الاولى الفترة الاولى مين بقى اللي متلون لسه فيها من اول يميس السالب 3 برضو لحد الاربع بس انا عشان شاطل السالب 3 فانا هفتح الفترة من عندها تعالى تاني بنراجع وفي نفس الوقت بناخد جديد المفروض ان الجزر بتاع السبعة موجود ما بين السين والسين زائد واحد ولو جيت حسبت جزر السبعة كام هتلاقي اتنين وشوية حاجات معنى كده ان السين كانت اتنين واللي بعدها اكيد تلاتة يبقى السين هنا اتنين اخر سؤال عندي بالشكل ده وقادي خط الاعداد هاخد الصفر متلون لانه معانا وكل الارقام اللي كده يعني المفروض تقولي السالب مالة نهاية مفتوحة لحد الصفر والصفر مقفول ادور عليها في الاختيارات مش لقيها ولان الصفر هنا مقفول فلا يمكن تبقى الاجابة حاه الموجبة ولا حاه السالبة ولا نملون الحاه كلها يبقى معنى كده ان اللي انا ملونه ده عبارة عن حاه السالبة ومعاها المجموعة صفر لاني قافل الفترة بتاعتها اتمنى تكون فهمت الدرس ده كويس لان الدرس ده مهم جدا 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 وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته